السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات الصف الاول الاعدادي في العام الجديد عشرين خمسة وعشرين الترم الاول معكم مستر حسني طبعا انتعرفين ان المنهج الجديد لسه بيجهزوه فكتاب المعاصر عمل حسابه وعمل لكم كتاب زي ما انتوا شايفينه اسمه جيت ريدي الكتاب ده بمثابت دورة تمهيدية وكورس في ملخص الحاجات اللي انت محتاجها وانت داخل ولا اعدادي طبعا سلسلة كتاب المعاصر فتوقعين الحاجات اللي هتيجي لكم في المنهج الجديد في اعدادي وعشان كده عمل لكم الكتاب دورة وبالنسبة عشان تحصل على الكتاب هتلاقي في الوصف اللي هو الكلام المكتوب تحت الفيديو وتحت العنوان هتلاقي لينك في رابط هتحمل منه الملف دورة بدي اف هيكون معاك نفس النسخة اللي معايا دي طيب الكتاب دورة زي ما انت شايف كده هيعبارة عن 5 parts خمس اجزاء part 1 الجزء الاول عبارة عن primary dictionary هي عبارة عن ملخص للكلمات اللي انت او المفرد اللي درستها في المرحلة الابتدائية وما تقلقش لان الكلمات دي انت بترجع عليها دلوقتي وكده كده بتجيلك في المرحلة الاعدادية تاني في اي كتاب خارجي وخصوصا في كتاب المعاصر بتلاقي كده الكيف فوكابلاري المفردات الجديدة وتحت منها جدول تاني للكلمات اللي سبق انك درستها في المرحلة الابتدائية اذا القموس زي ما انت شايف وبعد الدكتشينر ده ما بيخلص بيجيب لك يعني هناك تدريبات على المفردات دي نجيب بقى part 2 الجزء التاني وده هتلاقي عندك page 16 صفحة 16 عبارة عن pronunciation اللي هي الصوتيات بشرحها بطريقة جميلة جدا وبعد كده هتدخل على part 3 اللي هو الجزء التالت اللي هو الجزء الخاص بالlanguage او الجرامر وده هتلاقي ما موجود عندك فيه الكتاب page 25 صفحة 25 وزا ما انت شايف الكتاب بشرح الجرامر اللي هما متوقعينه بطريقة جميلة جدا زا ما انت شايف طريقة زكية وتحت كل قاعدة الجرامر هتلاقي فيه exercises على القاعدة دي بعد كده part 4 الجزء الرابع وده موجود عندك page 48 صفحة 48 عبارة عن writing skills اللي هي خاصة بمهارات الكتابة ازاي بعلمك ان ازاي تكتب بطريقة صحيحة وكمان طبعا ان انت تكتب paragraph ويميل بعد كده هتلاقي الجزء الاخير page 59 صفحة 59 عبارة عن sample testis عبارة عن اختبارات كتاب المعاصر عملها لكم طبعا بالتوفيق والنجاح لابنائنا طلبة اولى اعدادي والسلام عليكم كان معكم مستر حسن